موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة المتابعين في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن عدة مواضيع تشغل المشهد السياسي ومشهد الدولة الجزائرية الموضوع الأول بداية نعز عائلة شيمان التي اغتصبت ثم قتلت ثم أحرقت جثتها بطريقة فضيعة للغاية اهتزت لها الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها هذه الجريمة الشنعاء التي اقترفت بحق فتاة من طرف مجرم وصل به الإجرام إلى حد سادية التي لا يمكن تخيلها وهذه الجريمة التي تضاف نعم تضاف إلى عدة جرائم تشهدها الساحة الجزائرية في السنوات الأخيرة فكم من طفل اختطف ثم وجد قتيلا ظواهر الاغتصاب التي صارت تستهدف الفتيات دون العاشر من أعمارهن وما إلى ذلك من الجرائم التي صارت تملى المجتمع الجزائري للأسف الشديد هذه الجريمة التي تأتي كفصل آخر من فصول سلسلة وسلسلة من الجرائم التي تقترف في وضح النهار والتي أسبابها كثيرة ومتعددة لسنا هنا بصدد تبريرها فالجريمة لا تبرر والجاني يجب أن يعاقب بشديد العقاب هذه الفتاة شيماء البالغة من العمر تسعة عشر عاما الجريمة لم تقترف بحقها وهي في التاسع عشر من عمرها عندما اغتصبت ثم قتلت ثم احرقت لا هذه تم اغتصابها وهي في السادس عشر من عمرها وهذا الجاني نفسه الذي اغتصبها من قبل كان في ذلك الوقت منا فعقب بعدة أشهر ودخل السجن وعقبه ثم عاد إلى بيته لينتقم ويواصل الإجرامة هنا يجب أن نفتح موضوع مهم قضية السجون في الجزائر السجون في الجزائر لم تعد مؤسسات لإعادة التربية بل تحولت إلى مراكز للمجرمين ينشئون فيها العلاقات العامة حيث سجين عندما يكون في مدينته لا يعرف مجرمين آخرين عندما يزج به في السجن يتعرف على مجرمين آخرين ويوطد علاقة معهم وأذكر أنني في فترة ما كنت في السجن وكنت أستمع للمجرمين وهم يخططون للجرائم عندما يغادرون السجون لأن جرائمهم غالبا ما بسها العفو الرئاسي يرجع من جديد هناك والله من حول السجن إلى عبارة عن مأوى صيفي أو شتوي يقضي فيه الشتاء ثم يعود وعندما يقترب فصل الشتاء يرتكب هذه جريمة معينة حتى يجيه شتي ويقضي الشتاء في السجن يأكل ويشرب وغير 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 وما إلى ذلك من هذه الأمور السجون الجزائرية تحولت كما قلت إلى مدارس لإنتاج المجرمين في عمومها لم تعد مؤسسات عقبية ليدخلها يندم على النهار اللي يدخل فيها لا أبدا تحولت إلى مؤسسات للعلاقات العامة بل أن القضايا الناس اللي عندهم قضايا كبيرة وإجرام كبير يقضي ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات يدوه اللومباز يدوه البرواجية يدوه مثلا الحراس وغير 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 السجون الكبرى هناك يتعرف من إن كانت علاقاته غير في قريته قريته تصير عنده علاقات على مستوى الولاية وبعد ذلك على مستوى القطر يصير عنده علاقات اجتماعية وإجرامية مع الولاية يتعرف على المجرمين يزدي وسع المدار كمتاعه معارف الإجرامية لأن ما يحدث في السجون ليس من أجل إعادة التربية الممارسات الإدارية سيئة الحراس يتعاملون بطرق لا يمكن أنها تساهم في التهذيب بأكثير من الأشياء وإن كنا لا نعمل توجد حالات استثنائية ولكن نحن عرفناهم ناس دخلوا للسجون بتهم بسيطة رجعوا لها بتهم ثقيلة بفضل العلاقات وأغلب هذه التهم الثقيلة التي تورطوا فيها الناس التي تورطوا معهم تعرفوا عليهم في السجون وفي الفطرة التي قضوها يترددون من سجنين إلى آخر إذن المشكلة أن السجون تحولت إلى إبادة التربية وليست إعادة التربية وليست إعادة التأهيل بل إعادة التلغيب حقيقة إذن يجب أن تكون هناك مراجعة للمنظومة منظومة العقابية في الجزائر يجب أن تكون هناك منظومة عقابية مراجعة عقابية لنعود مثلا إلى الأخت شيماء رحمة الله عليها اختصبت عمرها 16 سنة وكم حالات الاغتصاب المسكوت عنها في الجزائر كثير تحدث مثل هذه العمليات والعوائل تسكتها فيما بينها أينها في العلاقات أحياني زوج البنت الفتاة الفتاة اللي اغتصبها وأحيانا ينهوها بقابل تعوضات وما إلى ذلك هذه ما نتكلم عليها هذه حالات كثيرة كثيرة جدا رغم أنه في الجريمة هناك حق مدني وهناك حق عام عام هذا الحق العام لا يحق للضحية أن يتنازل عنه حقيقة إنه ربما يتنازل الإنسان عن حق المدني ولكن الحق العام لا يمكن التنازل المهم لسنا بصدد هذا هذا الموضوع موضوع الاغتصابات واغتصاب الأطفال ومثل هذه الأشياء كثيرة لا تحصى ولا تعد شيء ما لم تقتل وعمرها 19 سنة قتلت وعمرها 16 سنة نعم عندما اغتصبت وبعد ذلك الشخص الذي اغتصبها عقب بعدة أشهر وعادة مجددا لو تلقى العقاب الرادع وتلقى الصرامة في تطبيق القانون أعتقد في هذه الحالة لا يمكن أن يعود ولن تسمح له فرصة مجددا ليرتكب جريمته إذن الإشكالية هناك إشكالية ثقرات كبيرة يستغلها الناس آس في الإفلات من العقاب أيضا في التحايل على القانون المحامون للأسف الشديد الكثير منهم ولنعمم يمارسون التحايل بكل الطرق على القانون لإنقاذ مجرمين فكم من جريمة أثناء التحقيقات الأولية ارتكبت فيها ثغرات حتى الشرطة مثلا الذين يحققون في القضايا كثير منهم لا يملكون مؤهلات قانونية وعندما يحررون حتى تبقى يزرب فقط المهم يتهنى من هذه القضية يفوتها العدالة يرتكب أثناء تحريره المتهم يقول له جملة هو يكتبها بالعربية الفصحة أحيانا ما يكتبها بطريقة جيدة يدير ثغرات كثيرة بعد ذلك يستغلها محامي الدفاع ويتمكن من إنقاذ المتهم وإنقاذ المجرم كثير يخلينا كم من جرائم ارتكبت وتمكن المحامون من إنقاذ أصحابها بالقانون ولا نتكلم على تلك التي يتتم تحت الطاول إذن شيما اغتصبت وقتلت وأحرقت جثتها وهي عمرها 16 سنة وليس عمرها 19 سنة إذن هذه الإشكالية أمر آخر الوضع الاجتماعي المدرسة المدرسة على مدار 20 عام من حكم بوتفليقة تم تدمير المؤسسات الطربوية المؤسسات الطربوية لم تعد تخرج لنا في عمومها كوادر حقيقية كوادر طربوية كوادر أخلاقية تساهم في بناء الدولة بل أن الكثير من الناس استجدهم فشل التسرب المدرسة كثير الفشل المدرسة كثير الوضع الاجتماعي تعالى الناس ما عندهم إمكانيات قرر أولادهم آدهم من المفروض هنا الدولة كل شيء تتسامح فيه إلا قضية أن الأولاد لا يدرسون تتحمل الدولة مسؤولياتها تنفق عليهم حتى يدرسون لأنه إذا لم يدرس لا يعني أنه كل من لم يدرس يصير مجرم لا لن نقول هذا الكلام كم من واحد فشل في دراسته ونجح في مجالات أخرى لا نعمل على هذا الأمر ولكن نقول بأن الإنهيار الأخلاقي والإنهيار الطرب يساعد في صناعة وتفخيخ المجتمع بالمجرمين هذا من جهة وهذا لا يعني تبرير الجريمة لهؤلاء المجرمين القتلى الذين يمارسون هذه الجرائم التي يندى لها الجبيل إذن قضايا صرامة في تطبيق كثير يطالبون بتفعيل حكم الإعدام أنا أقولكم من الآخر أنا شخصيا أناهض تطبيق حكم الإعدام إذا لم يكن في إطار القصاص الصادر عن طريق التطبيق الشريعة الإسلامية لأنه هذا بالنسبة للمسلمين لأنك إذا ارتكبت أو مارست الإعدام في مجتمع مسلم من دون تطبيق الشريعة الإسلامية فلن يستفيد منه الجاني ولن يستفيد منه الجناء أبدا بل تعتبر فقط ممارسة إزهاق روح بشر بدون أي أن يستفيد لها في الدنيا ولا الآخرة حيث عندما يطبق عليه الحد هناك أمور معروفة في الشريعة الإسلامية هي يتم تطهيره من تلك الجريمين الجريمين لذلك إذا أردت أن تطبق القصاص النفس بالنفس يجب أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية نحن الجزائر دولة مسلمة المادة الثانية من دستورها تقول الإسلام دين الدولة إذن إذن هنا إذا طبقت أحكام الشريعة الإسلامية التي لا فيها ما فيها بأس ولا فيها تنافي حتى مع القوانين الدولية باستثناء المنظمات لا تخيف الفيات الإديولوجية التي تجدها تحركها لبهات معينة تنهض الإسلام كدين وليس تنهضه كشريعة ولا أي شيء لذلك تحارب أي شيء تجده مرة أذكر أنني سفرت المملكة العربية السعودية وكان عندي أصدقاء حقوقيين هنا في أوروبا وعندما جئت من السفر بعدين لما رجعت ماذا سألوني قالوا لي هل رأيت الناس أيديهم مقطعة في الشوارع وكذا 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 كانوا يعتقدوا كنتم الله ما رأيت أحد لكن لذلك لما تكون العقوبة رادعة تخيلوا واحد يسرق ويقطع يده رح تبقع قد يسرق ما يدخل السجن بعدين سنوات تنسى الناس ولكن عندما تقطع يده كل مجلس يجلس فيه يشوفوه الناس بلا يد يعرف بأنه يوما ما كلس يروح يخدم يده مقطوعة علاش قطعت يده علاش قطعت يده معناها كلس يعني رح يعاني يعاني معانات كبيرة كبيرة على ارتكاب الجريمة لذلك رح يكون عمرة للآخرين لذلك أقول بأنه تطبيق أحكام الإعدام عن طريق مواد من صنع بشر وفق آليات ليس فيها تطبيق للشريعة الإسلامية بالنسبة لمجتمع مسلم أقول بالنسبة لمجتمع مسلم أعتقد أنه لا يفيد في شيء البعض يطالب بإعادة تطبيق أحكام الإعدام أنا أقول أو أطالب في هذه القوانين القوانين العقابية أن تطبق الشريعة الإسلامية المجتمع مسلم دين الإسلام إذن يجب أن تطبق قوانين الشريعة الإسلامية لأنها قوانين رادعة ولا يوجد أردع منها ولا يوجد ما يعيد وما يرعب المجرمين مثل قوانين الشريعة الإسلامية أما أنك تعمل قوانين وضعية وتطبق الإعدام وهذه القوانين وضعية إرضاء لجهات خارجية غير مسلمة أعتقد أن هذه الحال ستكون تحت الضغط لأن أغلبية الدول في العالم تتجه نحو لأنها تقول بأن الشخص هذا عندما قتل فهو مجرم لكن تطبيق الإعدام أم عليه هو إجرام دولة لا يجب أن يمارس لذلك يدخل السجن يقضي سنوات طويلة في السجن ويعود إلى بيته مجددا وكأن شيء لم يحدث سوى مسيرة قضاها في السجون وضيع عمره في السجون وفقط ربما تأتي أعفو ربما تحدث تغيرات على مستوى على هرم الدولة يجد نفسه في عفو لذلك يجب تفعيل قوانين إذا كان قوانين الأسر مستمدة من الشريعة الإسلامية أيضا القوانين الجزائية يجب أيضا أن تستمد من الشريعة الإسلامية لتكون صارمة وفاعلة ورادعة لأن هذا الشخص الذي اغتصب شيء ماء وحرقها أو الذي قبل شيء ماء كثير لو أنه طبقت عليهم الشريعة الإسلامية وطبق عليهم القصاص العادل لا يتجرأ أحدا عندما يرى الإعلام تتحدث عن شخص أحرق جثة أو اغتصف أو قتل فتاة أو فتاة وتم تطبيق عليه القصاص وبعض الناس يقول لم طبقنا الشريعة الإسلامية وكل الناس تقطع أيديهم لا الشريعة الإسلامية لو طبقت ستطال حتى الأشياء الاجتماعية والأشياء أنا أتكلم لست كرجل دين ولا داعية ولا شيخ أنا أتكلم بحكم دراسة لكل القوانين لم أجد قوانين رادعة ومربية للمجتمع من ناحية الردع وأيضا صناعة المجتمع والظروف التي تساعد على عدم انتصار الجرائم مثل الشريعة الإسلامية لذلك أقول أنه يجب أن يكون هناك تفعيل ليس فقط الجانب العقابي ليس فقط الجانب العقابي الإسلام قبل ما يعطي عقوبات أعطى ظروف أعطى ظروف معينة أينة فعندما يأتي شخص وصرق من أجل أن يجوع وسيده الذي يشتغل عنده كيف في ذلك الزمن أن العبد لو يأتي ويصرق بسبب الجوع فالحد قد يطبق على الشخص الذي جوعه هناك هناك أسباب كثيرة ليس المجال ذكره ولكن أقول بأنه في مثل هذه الأمور يجب أن تكون هناك تطبيق رادع للقوانين ولا يوجد أردع من القوانين التي شرعتها شرعها الإسلام ضد هؤلاء المجرين إذن الجزائر أنا أقول بأنه معدل الجريمة في ارتفاع وانتشار ويجب أن يكون هناك ردع بمعنى الكلمة لا ليس الردع فقط بل أيضا بضرورة إعادة السياسة الاجتماعية النظر في السياسة الاجتماعية وفي السياسة الاقتصادية وفي كثير من الجوانب لأنه عندما يجوع الناس يتجهون إلى الجريمة فالمجرم يتحمل مسؤولية جريمته والمجتمع والدولة تتحمل مسؤولية الجريمة بجانب معلوي وجانب أخلاقه هذا لا يعني أن الدولة ستبرر إلى هذا المجرم المجرم فإن كان هذا المجرم الذي ارتكب جريمته لم يبلغ السن القانونية كان طفل فهذه الحالة فهو ضحية حتى لو ارتكب الجريمة يعتبر ضحية وضحية يجب أن يحاسب عليها أطرف أخرى ولكن إذا ارتكب الجريمة وهو بالغ سن الرشد والسن القانوني فهو يتحمل أركان جريمته الكاملة وأيضا من جانب الآخر على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها من ناحية السجون إعادة هيكلة السجون من ناحية إعطاء فرص العمل من الظروف المواتية أيضا الضرب بيد من حديد تجاه الذين يخفون الجرائم هذا كلام عام ولا يتعلق بالضحية الشيماء رحمة الله عليهم بل كلام عام فقط على انتشار الجرائم في الجزائر فالأخير أقول يجب يجب أن يعاقب بشدة هذا المجرم السفاح الذي انتهك حرمة فتاة ثم بعد ذلك انتهك حرمتها وهي على قيد الحياة ثم انتهك حقها في الحياة ثم انتهك حرمة رفاتها وهي ميتة عندما احرقها بتلك الصورة المقززة والفضيعة التي لا يمكن ان تستر الا من مجرم بلغت به السادية الاجرامية الى منتهى الاجرام اجدد التعازي الى كل الجزائريين فهذه الفتاة ليست ابنة عائلتها فقط بل هي ابنة كل الجزائريين والجزائريين والشعب الجزائري برمته تعاطف معها وبكاها في مواقع التواصل الاجتماعي ويجب ان اؤكد مرة اخرى يجب اعادة تفعيل القوانين الصارمة تجاه هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون الطفولة ويستهدفون الابرياء بهذه الطريقة الاجرامية المقززة جدا امر اخر يجب اعادة النظر في منظومة السجون يجب اعادة ايضا اعادة تأهيل حراس السجون لانني ما عايشته شخصيا في السجن على مدار سنوات قضيتها بين سجون الجزائر اؤكد واجزم ان السجون تحولت الى مؤسسات لتهديم التربية وليس لاعادتها واعادة تأهيل الناس واعادة تكوينهم هذا في عمومها اذا كان السجن خرج لك ثلاثة او اربعة داوش هادة الباكالوريا وواصلوا دراستهم ففي الوقت نفسي يخرج لك مئات مجرم واعتقد انه مجرم واحد قد يرعب مدينة برمتها هذا ما اردت ان اقوله بخصوص قضية شيما رحمة الله علي هذا ما اردت ان اقوله بخصوص هذا الموضوع المحزن والمبك في آن واحد القاكم على خير باذن الله في مداخلة اخرى والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء اشتركوا في القناة